عبدالله السعيد عبدالله السعيد ممكن يعود ممكن تكون يعني حاجة بسيطة لأن عبدالله لعب كبير مش كنت في توظيفها كابتن مهيد توظيف عبدالله السعيد توظيفها عبدالله السعيد لازم يكون عامر ربط ما بين مراه محسن أو كوكا أو صلاحه تريزيجية إنما عبدالله صلاحة تاية تاية في التلتة لأخير في الملعب ودي مش شغلية شغلة مدير فني إذا كنا بنتكلم على بعض الجزئيات يعني حانا قال لم نقابل مدرسة قوية تمتلك دفاع قوي زكي بيلعب محترف برا عنده الإمكانيات الجيدة مع الجوال الجسمانية اللي كلم على الكابة الرابح والقوة البدنية مع وسط ملعب يكون عنده قدرة على تزيد وقدرة على الإمكانيات العقلية والحلول الجيدة مع طرفين ملعب بيعرف يجيبوا جوال ورأس حربة قوية مين المنتخبات اللي ممكن تتعب منتخب سنغال الكاميرون فرقة من الفرقة الكبيرة جدا جدا في البطولة فرقة الكاميرون جزائر فرقة قوية جدا كفاءة الروح والإمكانيات الجسمانية والبدنية وكمان طب إحنا هنقابل يعني سكتنا زي ما أنا قلت في طريق نيجيريا وغانا فأنا هتمنى يكون المنتخب النيجيري لأنه المنتخب غانا بالنسبة لعمل يطلع مباراة المباراة صحيح عندهم أندريا ويهو وجوردانيو إصابة واطس وممكن تأثر كتير جدا عندهم خط تدفع نسبيا يساعد صلاح ليه؟ بس عندهم بابا رحمن برضو من بس صلاح في الفترة الأخيرة ما بلعبش بيلعب دايما يعني صلاح ممكن يدي حفظي منتخب مصر صلاح ممكن يدي كل خمس ديئة ديئة بس ديئة بيبقوا مؤسر طبعا ودي فك جيد إنك صلاح دي ما بلعب كمان على قلب من الدفاع منساء وبوي بتاع المنتخب الغاني قليلين وبطأ وده ممكن يساعد كتير جدا محمد صلاح عشان كده أتمنى أتمنى من مستر أجيري في الفترة الجاية أو في الأيام اللي هي هناخد فيها فترة أجازة بزبط يدرس جميع المنتخبات ويدرس السلبيات ويحاول يوظف لنا مجموعة لعيبة بشكل جاية يدينا بس نفس لقدام أنا مش هاوز أتكلم على السلبات تانية إنه أنا شفت منتخبنا يمكن من المنتخبات الأولى جدا أنا بيعمل كور للورا أكتر من كور للقدام يعني التمريل للورا أكتر من كور للقدام صحيح بنكسب موافق إيد ما فيش مشاكل خالص ولكن في النهاية حتى الآن أنا بنصدم بفرقة ومتخب قوي طيب يعني ما فيش ألأ في دور الستاشر سواء مواجهة كينيا أو دنوب أفريقيا لا إحنا بالشكل ده ممكن نوصل فينا أخذ بالك بالشكل ده ممكن نوصل فينا بكورة كورته ممكن نوصل فينا العادي جدا وقت كورته قد نفها كل شيء إحنا شمال أفريقيا إحنا أسكية في الكورة بنلعب بدمغنا أكتر من أجسامنا أكتر من رجلنا وبالتالي هتلاقي الفرق بين الفرقة المصرية أو الشرمال أفريقيا مع الفرقة الأفريقية هو ده الفرق الموجود زي كورة صلاح النهاردة زي كورة المحمدي يعني الزكاء اللي موجود بالفطرة عند الشمال أفريقيا عند الكورة مصرية هو ده اللي بيعمل فرق بس في جزئيات معنا في كورة القدم مع الفرقة السامرة الأفريقية تمام أروح كابت الرابح